كمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماعي مبارح تبع فيه الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتفقد السيد الرئيس نماذج من السيارات الكهربائية اللي بيتم تصنيعها محليا ووجه بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وهي هتكون بداية المرحلة التجميع لحد التصنيع المتكامل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك بحضور السيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شافرولي والسيد طارق عطى رئيس مجلس إدارة شركة جانرال موتورز والمهندس لؤي الشرفة الرئيس التنفيذي لشركة جانرال موتورز للشرق الأوسط وأفريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية من مراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانبي نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والمهندس محمد طلعت لاستشاري بمشروع مسجد مصر الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلو مترا لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها فضلا عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى وذلك تكاملا مع ما تم في منطقة شرق القاهرة بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به لسيما قاعد دار القرآن الكريم فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وسار العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لسيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا كما تم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى